موسيقى مشاهدين أهلا بكم في كشك الصحافة وفيه تتابعون أسرة في دامار تأثر على طفلها في ثلاجة الموتى بعد أن خطفه الحوثيون قبل أشهر عدن تايم مجموعة مسلحة تستولي على مدرسة في عدن مقابل ما أسمته حقوق سابقة العربي الجديد ألعبر منطقة يمنية جديدة تشهد ازدهارا وسط الصحراء ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي سائق يوقف القطار لشراء الخوخ في تونس أهلا بكم مشاهدين الطفل الذي اختطفته ميليشيا الحوثي قبل أشهر في دامار عثر عليه ولكن أين يقول موقع مشاهد نت في عنوان بارز الكشف عن مقتل طفل في دامار بعد إخفائه من قبل جماعة الحوثي قالت مؤسسة يمنية غير حكومية جماعة الحوثي اختطفت طفلا يبلغ من العمر 13 عاما وأخفته لمدة طويلة قبل أن تكشف عن مصيره وقد فارق الحياة أوضحت المؤسسة الوطنية لمكافحة الإجار بالبشر والتهريب الأطفال في بلاغ لها أن الطفل عاصم المصقري تم اختطافه من قبل ميليشيات الحوثي لفترة طويلة وظلت أسرته تبحث عنه في أكثر من مكان أضافت المؤسسة الحوثيون أبلغوا أسرة الطفل بوجود جثته في مستشفى دمار العام وطالبت المؤسسة الجهات والسلطات الرسمية للقيام بفتح تحقيق عن القضية حول القضية واتخاذ إجراءاتها القانونية كان ذلك انتهاكا لحقوق الأطفال وجريمة بشعة وفقا لموقع الصحوانت أورد عنوانا من محافظة حجة قال فيه مقتل وإصابة أربعة أشخاص في مدينة حجة إثر تفجير قنبلة كانت بحوزة أحد عناصر الميليشيا وقالت مصادر مطالعة للصحوانت أحد الأفراد من ميليشيات الحوثي المتواجدين جوار القصر الجمهوري أقدم منتصف الليلة الماضية على تفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته والذي لقي حتفة على الفور فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون من المارة وتم إسعافهم لمستشفى الجمهوري في المحافظة وأشارت المصادر بأن الانفجار أدى إلى انتشار حالة من الرعب بين المارة والمتسوقين خاصة وأن السوق كان مزدحما مع قدوم العيد يتابع الموقع كانت المدينة قد شهدت اشتباكات مسلحة أمس الأول بين مسلحين في القرية يتبعون مشرف الحوثي بالمحافظة المدعو أبو خرفشة ومدير الصحة بمدرية كشار خالد الزعكري ومعه عدد من المسلحين ينضمون إلى ما سموه حركة تمرد التابعة للمؤتمر الشعبي العام ما المطلوب؟ يجيبها الشمع عبد العزيز المطلوب باختصار هو إنهاء الانقلاب قطع طريق شراء الدمار لليمن والقت لشعبه ومستمرا في مقاله المنشور في صحيفة الخليج يقول الكاتب تعامل الانقلابيون مع القضايا التي قدمها المبعوث الأممي في لقاءات مسقط كعادتهم بمراوغة وتلاعب وبدى ذلك سافرا من خلال موجات التسريبات المتناقضة وفي هذا لم تفصل بين تسريب الموافقة وبين الرض سوى دقائق ولأيام معدودة واللعبة هكذا دارت على ما طرح من مطلع المقترحات وحتى نقطتها الأخيرة السؤال ما الذي قاد إلى هذه الحالة العبثية؟ الأسباب عدة ومنها الانقلابيون يلعبون على شراء الوقت ليس لأنهم قادرون على تغيير الأوضاع لمصلحتهم ولكن لأنهم باتوا في حالة مصيرية للاستمرار في مشروع القتل الذي بات مفتوحا على مصير البلاد وحياة العباد المأساوية في حالة من خليط الاعتقاد والانتقام والارتباط بالمجرة الإيرانية التي تدور في غير منطقة عربية ومن هذه القاعدة توفرت للانقلابيين فرص رفض التسوية الشاملة التي تضع نهاية للانقلاب بمترتباته الارتدادية عن مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وهم يرفضون أيضا الحلول الجزئية والمرحلية التي من شأنها تخفيف معاناة المواطنين الأليمة أغلب ما بات يواجه الأمم المتحدة دفع التسوية إلى الأمام يعود إلى الأمم المتحدة ذاتها لأنها لم تتعامل مع الأزمة اليمنية من مدخل مواجهة الأولوية وهي إنهاء الانقلاب ومن ثم العودة إلى مسار العمليات السياسية نعم يبدو المبعوث الأمم الآن جادا لكنه يحتاج إلى مراجعة المسار الذي قاد إلى هذا الوضع الذي انتقل خلاله الانقلابيون من وطأة الانقلاب على شرعية الدستورية والعمليات السياسية في مرحلتها الانتقالية إلى صرفهم الأرعن في إطرح الشروط ورفض المعالجات كما لو أنهم بجريمتهم باتوا كفة ذات وزن تحدد مصير البلاد وحياة العباد عواضا عن التراجع عن اللعبة التدميرية إلى موقع موقع بوست والذي عنونا في صفحته الرئيسية قائلة ميليشيا الحوثي تغلق مطعما خيريا يطعم أربع مئة أسرة نازحة في إب قال الموقع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية أقدمت على إغلاق مطعم لفاعل الخير بمحافظة إب وسط اليمن والذي يطعم نحو أربع مئة أسرة يوميا من النازحين قالت مصادر محلية لموقع بوست إن مدير مكتب التخطيط في محافظة إب كمال الحارثي والمعين من قبل الميليشيا قام بإغلاق المطعم الخيري التابع لمؤسسة عطاء الخير بالدعاءات واهية هي أن المطعم لا يحمل أي ترخيص وأوضحت المصادر أن مدير مكتب التخطيط قام بإرسال جنود من عناصر الميليشيا وأغلق المطعم الذي يستهدف أربع مئة أسرة من النازحين والمحتاجين والأيتام والأرامل كل يوم يتابع الموقع يعتمد المطبخ على جهود شبابية وبدون أي دعم حكومي أو منظمات أو حتى تجار وكل الدعم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات الشخصية أغلبهم من المغتربين في تقرير له بعنوان لغز أزمة الرواتب في تعز يقول موقع الاشتراكي نت تعود قضية الرواتب للموظفين المتوقفة منذ تسعة أشفر لتهيمن على مجمل المشهد السياسي والإنساني الذي تعيشه محافظة تعز في ظل دعوات عدة تطالب الموظفين بالخروج إلى الشارع ودشن موظفون ومساندون لهم في مدينة تعز أمس السبت خروجهم للشارع بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة النفط في شارع جمال المقر المؤقت للسلطة المحلية مطالبين بسرعة صرف الرواتب المتوقفة ومتهمين الحكومة الشرعية بالتخاذل وبمعاقبة موظفي تعز ويكتنف قضية الرواتب المتوقفة في تعز منذ تسعة أشهر الكثير من الغموض خصوصا مع كثرة الوعود التي أطلقتها الحكومة عن قرب عملية صرف الرواتب أو تحويل المبلغ إلى شركة صرافة من بينها توجيه صريح من قبل رئيس الوزراء أحمد بن دغر إلى محافظ البنك المركزي في عدن وتؤكد المعلومات القادمة من عدن أن بيانات موظفي تعز أصبحت جاهزة ومصححة منذ أشهر وأوامر الصرف جاهزة غير أنه يجري التعامل مع اللجنة النقابية المشكلة لمتابعة صرف الرواتب بالمماطلة والتسويف نهاية الوطنية الكاذبة تحت هذا العنوان كتب السوري راتب شعبه ما قاله المنشور في العربي الجديد ويضيف الثورات العربية التي وسمت تاريخ هذه المنطقة وربما العالم في مطلع العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين التي قاد أغلبها إلى كوارث فتحت مجتمعاتها على احتمالات خطيرة من ضمنها التفكك كانت على الرغم من كل شيء تحمل مؤشرا على تحول مهم في مسار هذه المجتمعات هو إعادة الاعتبار إلى الهم الاجتماعي الذي كان زمنا طويلا مغلوبا للهم الوطني تاريخ المنطقة هو تاريخ استعمارات متوالية الأمر الذي شكل لدى شعوب المنطقة عقدة استعمارية عززها الاحتلال الصهيوني للسيطاني لفلسطين وتفاعلاته المستمرة كانت الذات القومية المهانة بعمق في أساس المبالغة في الشأن الوطني ودفع الهم الاجتماعي إلى الخلف نحن نجر كي نؤمن السلاح للجيش الذي يستعد للمعركة القومية المصيرية ونسكت عن استبداد السلطات لكي نتيح لها التفرغ لصد الهجمات الإمبرالية الشرسة هذا الاستنفار الوطني الدائم شكل على طول الخط مصدر شرعية لما شرعية له أو لنقول إنه حيد موضوع الشرعية السياسية التي تعني إحياء العلاقة بين السلطة والمجتمع أتاحت فكرة العدو الخارجي المتربص دائما للعدو الداخلي مجالا مريحا لإحكام السيطرة على المجتمع فكرة الاستعمار الخارجي الذي لا يخرج من الباب إلا لكي يدخل من النافذة كان من شأنها تعزيز الاستعمار الداخلي حين جعلت كل سياسات السلطات فوق المسائلة فهي سلطات في حالة حرب مع عدو شرس لا يكف عن محاولة سلب الأمة حقوقها القومية ولا يقبل بأقل من تفويض الأمة العربية عدن تايم عنوان في صفحتي الرئيسية بخصوص أحد المدارس في المدينة عدن المقاومة تستولي على مدرسة في دار سعد إلى التفاصيل إدارة التربية في مدرية دار سعد في عدن وجهت رسالة إلى مكتب التربية في المحافظة والمجلس المحلي بالمدرية بشأن واقعة البسط على حرم مدرسة في المدرية شك عدد من المواطنين الساكنين في منطقة اللحوم في مدرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن من الاستلاء على حوش وحرم مدرسة الحي من قبل المقاومة التي عززت بعدد من الأطقم اقتحموا المدرسة بسط عليها بدعوة أن لهم حقوقا لدى الدولة ولذلك قاموا بالبسط على المدرسة في موضوع متصل أيضا يحدث في العاصمة المؤقتة عدن وهو رفض مسلحين وفق موقع عدن الغد تسليم مقرات خفر السواحل رغم المطالبات الكثيرة ويعنون الموقع مصلحة خفر السواحل تشكو عدم تمكنها من تسلم مقارها ينقل عدن الغد عن خفر السواحل قولة لم تتمكن خفر السواحل من استلام مقر المعسكر والمعهد الخاص بها في عدن وبينت مصلحة خفر السواحل التوجهات من قبل رئيس الحكومة لتسليم المقار وعدم تجاوب السلطة المحلية لأجل إخراج المسلحين منها كما لم يتم توفير الآليات والأسلحة المخصصة لخفر السواحل لتتمكن من القيام بالأعمال المنوطة بها وقبل أن نقرأ من الصحافة العربية اليوم فاصل ونواصل أهلا بكم من جديد صحيفة العرب الجديد تقول بأن الخيارات ضاقت أمام أحمد سعيد الموظف في إحدى الجهات الحكومية في مدينة تاعز بعد توقف الرواتب منذ عدة أشهر فقرر مغادرة مدينته بعد أن وظف مدخراته في شراء سيارة أجرة ليقطع حوالي 900 كيلو متر متجها نحو صحراء العبر في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد والتي تشهد انتعاشا تجاريا بفضل حركة المسافرين ويعمل سعيد في العبر منذ سبعة أشهر في توصيل المسافرين بين العبر ومنفذ الواديعة البري الحدودي مع المملكة العربية السعودية مشيرا إلى أن العمل يسير بشكل جيد والعديد قدموا إلى هذه المنطقة من أجل الاستثمار يقول سعيد رجال أعمال يقومون بتشهيد فنادق جديدة فالفنادق الموجودة تقتضب النزلاء وبالكاد نجد غرفة شاغرة بالرغم من ارتفاع الأسعار وقد أدى إغلاق التحالف العربي للمنافذ البرية إلى انتعاش منفذ الوديعة إلى انتعاش هذا المنفذ في محافظة حضرموت والعكس ازدهار نشاط المنفذ في انتعاش التجاري في المناطق المجاورة ومنها بلدة العبر التي تحاولت من صحراء إلى منطقة مزدهرة منفذ الوديعة يقع في قلب الصحراء صحراء الربع الخالي في مدرية العبر وأصبح المنفذ البري هو الوحيد لليمن ويستقبل يوميا أفواجا من المسافرين علاوة على السلع التجارية لجأت ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى احتجاز قوافل للمساعدات الإغاثية والإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في العديد من المحافظات اليمنية وذلك بحسب صحيفة الاتحاد وذلك أيضا بهدف إمداد عناصرها التي لقيتها زائم متراحقة على يد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية إضافة إلى استخدام تلك الشاحنات في نقل المسلحين إلى مناطق القتال وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصادر في الداخل اليمني أن الميليشيا قامت باحتجاز عدد من القوافل الإغاثية منها 200 قاترة تحمل مواد الإغاثية المخصصة لـ 12 مدرية من مدريات محافظة تعز احتجاز أيضا سبعة قاترات مخصصة لمدرية عبس في محافظة حجة تحمل مواد إغاثية للنازحين الموجودين في تلك المحافظة وبينت المصادر أن الميليشيا الحوثية تشترط تغيير السائقين لتلك القاترات واستبدال محتوى مواد الإغاثة بأسلحة وذخائر واستخدام القاترات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي لنقل العناصر المسلحة التابعة لها بهدف تعزيز الجبهات الديمقراطية تنتصر على الإرهاب تحت هذا العنوان كتب آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ وهو مفوض الاتحاد الأوروبي السابق للشؤون الخارجية كريس باتن مقاله المنشور في صحيفة الغد وقال فيه تعد العزيمة إحدى نقاط قوة الديمقراطية فلن نسلم الأجندة السياسية أبدا لأولئك الذين لا يقدمون سوى شعارات تبسيطية وحجد فضى وسياسات متطرفة وسوف يظل أولئك الذين يريدون تعليق مشاكلهم على الآخر المختلف بالجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية في عداد الأقلية دائما وهدفهم هو إغلاق القلوب والعقول وهم لا يبدلون أي جهد لفهم الأسباب وراء العنف أو تطوير سوبل فعالة لمعالجته يستند الحس السليم في الديمقراطية جزئيا على فهم حقيقة أن الدولة أهم من الحزب وفي الأنظمة الديمقراطية تستند عملية صنع السياسات على الحلول الوسطي والعقلانية ولن نسمح نحن الذين نعيش في ظل أنظمة ديمقراطية للإرهاب بحملنا على نبذ شعورنا بالتوازن والاعتدال لأننا ندرك حقيقة عميقة بشأن أغلب المجتمعات أن الحياة تنتصر دوما على الموت على الرغم من وجود ما يسمى الخطيئة الأصلية الشر الخبيث الذي يكمن للناس ويفجرهم ويشوه الأطفال الصغارة وأسرهم وأصدقائهم فهناك أيضا الفضيلة الأصلية والتي تظل الحظيرة دائما بعد الفضائع الإرهابية والتي تتمثل في المارة الذين يتوقفون للمساعدة والممرضات والأطباء الذين يعتنون بالمصابين وأولئك الذين يبحثون عن المفقودين أو يوفرون للأسر أماكن للمبيت أو يرافقون الناس إلى بيوتهم من مسرح القتل الجماعي ربما لا يتعلم الأشخاص الذين يخططون للعمال الإرهابية وينفذونها أبدا أن قضيتهم خاسرة ولا شك أن المجتمعات المفتوحة سوف تتحمل المزيد من الاعتداءات في المستقبل ولكن إذا كان هناك أي شيء واضح فهو أن الإرهابيين لا يستطيعون هزيمة الديمقراطية في فرنسا صوت الناخبون في الشهر الماضي لصالح رئيس جديد انطلاقا من الأمل وليس اليأس وفي المملكة المتحدة انعقدت انتخابات حرة ونزيهة هذا الشهر وسوف تتحمل الديمقراطية هجمات كتلك التي وقعت في مانشستر وسوف يستجيب المواطنون الديمقراطيون بشجاعة وسخاء الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي تأتين بعنوان سائق يوقف القطار لشراء الخوخ في تونس تقول الصحيفة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر سائق قطار يوقف القطار ليشتري الخوخ من بائعة متجولة ما أثار دهشة الركاب من جانبها قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في تونس فتح تحقيق في الواقع وأعلنت الشركة في بيان فتح تحقيق لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد السائق سائق العربة معربة سائق القطار معربة عن أسفها لوقوع هذا التصرف الفردي لماذا ترتدي الإيرانيات اللون الأبيض يوم الأربعة تساءل موقع شبكة بي بي سي أجاب عن السؤال حملة جديدة تلقى زخما في إيران على مواقع التواصل الاجتماعي ضد القانون الذي يجبر المرأة على ارتداء الحجاب المشاركات في الحملة يستخدم هاشتاغ الأربعاء الأبيض ينشر صورا ومقاطع فيديو لأنفسهن وهن يرتدين أغطية رأس بيضاء أو قطعا بيضاء من الملابس رمزا للاحتجاج وصاحبة الفكرة هي معصومة مسيح علي نجاد مؤسسة لموقع حرية مسلوبة وهي حركة على الإنترنت معارضة للزي المفروض والكثير من النساء في إيران كنا قبل الثورة الإسلامية في عام تسعة وسبعين يرتدين الملابس الغربية مثل التنانير القصيرة التي تصل إلى ما فوق الركبة والبلوزات ذات نصف الكم ولكن هذا كله تغير عندما تولى آية الله الخميني السلطة موقع حرية مسلوبة تلقى عدى مدى ثلاث سنوات منذ تجشينه أكثر من ثلاثة ألاف صورة وفيديو تظهر نساء حاسرات الرؤوس وتلتقط الصور التي تنشر على الموقع سرا لتفادي عيون السلطة لكن حملة الأربعاء الأبيض تتيح للنساء منبرا للتظاهر والاحتجاج في العلن ماذا بعد شيطانة الربيع العربي؟ تحت هذا العنوان كتب عبدالله العلوي مقاله المنشور في مدونات الجزيرة وقال فيه ستون سنة مضت ونيف وشعوب العربية صابرة محتسبة تحسن الظن بحكوماتها وبمن تولوا أمورها ولما طال انتظارها وأخاب ظنها خرجت مكرهة معلنة رفضها استمرار الوضع المزري ناظرة الدول غير العربية ترتقي واحدة تلو الأخرى لكن الشعوب العربية لم يحالفها الحظ في فرض مطالبها في الجولة الأولى من الربيع العربي وبدأ معسكر المشككين يكسب نقاطا على حساب المؤيدين وقد كشفت نتائج المؤشر العربي للعام 2014 الذي يصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومقره الدوحة أن أكثر من 60% من الرأي العام العربي ترى أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر وأنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف وقد علل الذين قيموا الثورات بأنها سلبية بالخسائر البشرية الكبيرة وعدم تحقيق الثورات أهدافها وحالة الاستقطاب السياسي الحاد وتدهور الأوضاع الاقتصادية استطعت الدول العميقة توظيف الإعلام والعلماء والمثقفين ورجال الأعمال في حملتها للتشكيك في وطنية الشباب وعدم شرعية الخروج عن الحاكم وقد كان هذا واضحا في خطب المساجد ومع أن هناك انقساما في تقييم الثورات العربية فإن الرأي العام العربي ما زال متفائلا بالربيع العربي ولديه ثقة بمآله إذ أن أغلبية الرأي العام 60% ترى أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف مقابل 17% يرون أن الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم جولتنا المصورة اليوم من صحيفة ديلي تيليغراف والتي لخصت أهم أحداث اليوم عبر مجموعة من الصور نتابع سويا ترجمة نانسي قنقر إلى ختام الحلقة أترككم ومشاهدة ممتعة أتمنى لكم مع الكاريكاتور في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر